اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة اسماك الزينة حلقة المرضى هنتكلم فيها عن طرق التخلص من الفطريات اللي بتتكون على جسم الاسماك وبالاخص اللي هي بنسميها املة الاسماك دي دايما بتبقى موجودة على اسماك الجولدن فيش وبنجد هنتكلم تاني على الحلقة عن الفطريات كل ما هو فطريات بتتكون على جميع انواع الاسماك وطريقة ان انت ازاي بتطهر الاسماك الجديدة اللي انت بتشتريها عشان تضيفها للحوض عمدك طبعا الحلقة دي هتبقى مهمة جدا عشان هنتكلم على طرقتين اتنين مهمين جدا في التخلص او طريقة التخلص من تلك الفطريات اللي بتتكون على الاسماك وتطهير السمكة الجديدة يلا بينا ندخل نبدأ على الحلقة وهنتكلم اول حاجة فيها عن مادة اسمها برمنجانات البوتاسيوم ايه المادة ان انا قلتها دي برمنجانات البوتاسيوم ده يعتبر من المواد المطهرة القوية جدا والقاتلة للفطريات جميعا ده المكون ده برمنجانات البوتاسيوم بيباع حضرتك في السيدريات البشرية عادية جدا ومالهوء يعني وسعره الخيش ومفعوله ممتاز جدا هنستخدمه ازاي اول حاجة لازم نكون عارفين ان المادة دي من المواد الكوية او المواد اللي هي بتكون دول احنا خدناها بطريقة استخدمناها بطريقة خطأ هتعمل التهاب شديد في جسم السمكة وبالتالي هي جرعة بتاعتها محسوبة ومعروفة انا جبتلكم الليتر الميا اللي انا حطه في الدورة الكبير ده وهنا اخد صنطي مخفف من البرمنجانات البوتاسيوم انا اعملها ازاي احنا هنضيف المصهودة اولا اللون بتاعه لونه زي لون البنفسيجي هنحط الرطي في المياه وهنشوف شكله في المياه تعمل ايه اهم حاجة وانت بتستخدم العلاق ده ان انت بتكون في حوض معزول ده اللون بتاعه زي ما انت شايفين كده انا نزلته اهم حاجة لازم يكون حوض معزول هنستخدم المادة دي في حاجة تانية مهمة جدا هقولها لكم دلوقتي بس عشان اقول لكم المادة دي هنستخدمها في حوض معزول طب الحوض المعزول ده هيبقى الحوض بتاع العزل بتاع علاج الاسماك المتصابة بالفعل بالفطريات او باملة السمك بعد ما انت بتدوبه بيتساب كده لحد ما يبقى النسي كله تكون بتاع البرمنجانات مع المياه ونبدأ نشوف اللون بتاعه اللي هو اللون اللي انا بحطت ايدي عليه كده عشان يبقى باينه قدام الكاميرا لون البنفسجي ممنوع ان انت تستخدم المادة دي مع مزيل القلور ان انت لما بتحط مزيل القلور معها زي هوريكو دلوقتي ده القلور المزيل نفسه لو احنا استخدمنا مفعول المادة دي بينتهي تماما وهوريكو تجربة عمليات دلوقتي ان انا هضيف دلوقتي المزيل القلور جوه الدورة اللي انا عامله وهتشوف اللون الموف اللي كان موجود هيختفي تماما مع تقليبتين تلاتة قلبت كم تقليبك اهو فين اللون الموف ما بقاش موجود اللون الموف بتاعنا اللون بتاعه دخل على اللون بداية اللون الاصفر كده المادة اختفت عشان كده احنا بنقول المادة دي مش هنستخدمها مع مزيل القلور اجيب مية تركينها تقعد تلاتة ايام تدخل تشغل اكسجين فقط لغير القلور راح تبدأ تحط الصنطي بتاعك على المخفف على اللتر بتاع المية وكده بقت المادة شغلة هنبدأ نعالج سمكة الجولدن فش مع الكمية اللي انا قلتها وندخلها جوه الدورة هو تقعد عيشها جوه مع طبعا وضع الاكسجين انا هتطالقه في الدورة عشان يباني الفيديو لكن انت هتطالقه في حوض حضرتك يعني تلاتين سنتي عشرين سنتي اهم حاجة يبقى فيه اكسجين عشان الاكسجين بيشتغل قوي جدا مع مفعول البنجلات بتاعنا وانشغل الاكسجين عليها وانسيب السمكة بتتطهر لمدة اربع ساعات تطهير السمكة ده شلك كل ما هو موجود فطريات على جسم السمكة لو كان فيه امل موجود او اي فطريات او اي الامل ده لما بيكون موجود على جسم السمكة بيتقاصر وبيوضع البضع على جسم السمكة وبالتالي انت مش بتشوفه بلعن المجردة عشان كده احنا بنقول احنا منتطهر السمك بتاعنا بنحافظ على الحض طب لو الامل بتاع السمكة ده كبير بتبنى السمكة في وعاء اكبر شوية بدون البرمنجانات وبتستخدم الملقاط وبتشيل الامل من جسم السمكة زي ما انت شايفين كده ابدأ ارفع السمكة من المياه واتستخدم الملقاط واتشوف هي مكانها فين لو هي كبيرة وتشيلها وترميها برا الحض وترجع السمكة تاني طبعية جوة الحض بتاعك كده احنا خلصنا قصة تطهير السمكة او ان احنا بنعالج جميع الفطريات اللي بتكون على السمكة او امل الماء اللي بتكون امل الاسماك اللي بتكون على السمكة وطهرناها بمادة البرمنجانات البوتسي طيب احنا بقى احنا بقى المادة دي اللي انا جيت قلتلكو دي ليها مفعول السحر وده انا بقى جربته في التفريغ تفريغ ايه بقى تفريغ مثلا عندك الانجل وده من الاسماك الحساسة جدا للبيض عند وضعه بالتالي انت تستخدم برضو السنتي على العشرين لتر مية جوه الحوض وتسيبه لمدة يومين وبعد كده تنقل البيض اللي تتخصب جوه المكان اللي احنا نقلنا فيه كده انت ضمنت ان البيض بتاعك التخصيب بتاعه مش هيبقى يتصاب بأي فطريات ليه عشان احنا قلنا ان المادة دي قاتلة لجميع الفطريات اللي بتصيب اسماك الزينة المادة دي استخدمها مع كل انواع الاسماك ما فيش اي مشاكل مش هتبقى ليه اي اضرار بالعكس انت هتطهر كمان الحب بتاعك يعني انت الحب بتاعك لو عايز تغسله كله من اوله جديد وتبدأ تاني تبدأ انواع جديدة من الاسماك وجرش جديد وتبقى جديد تبدأ بيه حوض جديد لازم هتستخدم مادة المنجانات عشان تطهر كل ما هو موجود داخل الحوض يعني مادة فعلا فعالة وامنة جدا مع الاسماك مع الجرعات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كانت الحلقة بتاحت النوردة ملخصا سريعا على زي انت تقتل وتنهي موضوع الفطريات اللي بتتكون على الاسماك اللي هي بتاكل زعاني في السمكة وبتدي احمرار على جسم السمكة والددان اللي بتيجي على جسم السمكة وتتكون نقط سودة حولين الجسم بتاع السمكة وعند الخياشين بالاخص عندك الالتهابات اللي بتيجي عن الخياشين كل دي المادة اتقدي عليها دي كانت الحلقة بتاحت النوردة اشكركم واتمنى تكون عجبتكم ولا تنسوا الاشتراك ودعمكم للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته